هذا ورغم تأكيد نتنياهو على بقاء قواته في فلادلف ومصادقة الكابنت على ذلك كشفت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية المقربة من نتنياهو عن وجود خطة انسحاب تدريجية من المحور الواقع بين غزة ومصر فالمعلومات المسربة كشفت أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ تقليص قواته على المحور طوال الأسابيع الستة الأولى من تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة بين حماس وإسرائيل بشكل أسبوعي في حين أبراج المراقبة ستبقى على المحور وبعد أن تصل حماس وإسرائيل إلى المرحلة الثانية من الصفقة يتعين على الجيش الإسرائيلي ألا يكون في المحور مصدر سياسي إسرائيلي أفاد الصحيفة أنه في حال دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خلال المرحلة الأولى سيتم خفض القوات على طول المحور ودائما بحسب المسؤول حتى في نهاية العملية سيظل هناك وجود للقوات الإسرائيلية على الأرض بطريقة تمكنها من السيطرة الفعالة على طول المحور بأكمله أضف المسؤول أن هناك تقدم بالفعل في ملف وضع أجهزة استشعار على الحدود من شأنها كشف محاولات حفر الأنفاق تحت المحور حيث يتوقع أن تنشر إسرائيل هذه الأجهزة على طول المحور وكذلك تخفيض القوات الإسرائيلية لا يتم إلا بعد تدمير الأنفاق التي تم اكتشافها على طول المحور البالغ 14 كيلو مترا تابع المسؤول قائلا أن محيط محور فلادلفي لا يجوز الاقتراب منه إنما سيتواجد جنود ترافقها حركة إسرائيلية على طول الحدود وختم المسؤول أن العمليات طويلة الأمد سواء للإحتياجات العملياتية أو للإحتياجات اللوجستية ستكون كبيرة وليس ترمزية فقط في محور فلادلفي ترجمة نانسي قنقر